من خلال الالتزامات التي تظهرها الأطراف على عبر العمل الذي تم في الأيام الماضية أود أن أشكر الوزراء والميسرين الذين ساعدوا عبر الأيام الماضية على جهودهم للتحقيق التقدم في العمل ومساعدتنا لتعالى الوصول إلى هذه النقطة نحن نسعى للوصول إلى الهدف المنشود وتنفيذ الالتزامات وإنفاذها بشكل ملموس والوصول إلى نتائج طموحة تساعدنا على أن نحقق تقدما على مدى واسع في الأجندة المناخية وفي يوم الاثنين تقدمنا في العمل واليوم نحتاج أيضا أن نتحرك قدما للأمام الوقت ليس في صالحنا أصدقائي أنا لازلت ملتزم بانتهاء هذا المؤتمر غدا مع تبني العديد من القرارات التي يتم الإجماع عليها والتي ستكون شاملة ومتوازنة هذه عملية تقودها الأطراف ونتائج عملنا ستكون شفافة وشاملة وأنا أعلم الظروف الحالية وأنا أعلم أيضا إرادتكم للالتزام بالتوصل إلى حلول واتفاقات سأقول لكم كيف ستجري الـ 24 ساعة القادمة سأخذ على عاتق كل الأعمال العالقة وسوف أنظر إلى النتائج بأكملها ويساورون القلق حيال عدد القضايا العالقة فيما يتعلق بالتمويل والتخفيف والتكيف والضرر والخسائر والروابط فيما بين هذه الأمور وأدعو الأطراف للعمل معا لحل هذه القضايا العالقة بأسرع وقت ممكن لأن الحل سوف يسهم في استكمال القرارات الإطارية وحث الأطراف العمل مع النص الذي صدر الليلة الماضية وبما في ذلك القرارات الإطارية وذلك بروح الانفتاح والمرونة والتوافق مسؤولياتنا المشتركة هي إيجاد العمل المشترك بين الأطراف العديدة حول المسألة الأساسية بالتماشي مع مؤتمر الأطراف الخاص بالتنفيذ وكذلك تماشيا مع اتفاق باريس والاتفاقية الإطارية المجتمع الدولي يتطلع إلينا ويدعونا للجرأة والطموح وفي أيدينا مهمة الدفع نحو نتائج ملموسة في كل الجانب الخاضعة للمناقشة وأؤكد لكم أن رئاسة المؤتمر مستعدة لتقديم كل الدعم المطلوب لهذا الهدف وكذلك أنا متأكد أن هناك أو سيكون هناك الكثير من توافق الأراء لتنفيذ أعمالنا على أرض الواقع بشكل متوازن ويستشف المستقبل الهدف حينئذ سيكون فقط تشذيب الحلول التي يمكن أن تنعكس في النص الرئاسة الذي من المأمول أن يصدر هذه الليلة الأصحاب السعادة المندوبون الموقرون أحثكم جميعا على استغلال الوقت المتبقي لاستغلال الأمثل فأمامنا عمل كثير لذا لنعود إلى عملنا بأسرع وقت ممكن خلال هذه الأيام الأخيرة فريق الرئاسة وأنا عملنا في مشاورات مكثفة مع الميسرين الذين نود أن نتقدم إليهم بخالص الامتنان على الجهود التي بدلوها وذلك لإتاحة الأمور وتوفير الانفتاح في المناقشات التي وكلت إليهم وأعلم أن نتائج هذه المداولات ونقاشات قد جاءت بنا أو وصلت بنا إلى موقف لدينا فيه ثقة في النتائج التي سنحققها وكذلك ندرك أن الساعات القادمة ستحمل الكثير من المشاورات الثنائية والمشاورات الأكثر اتساعا مع الرئاسة والوفود جميعا ونحث كل الوفود أن تتحلى بكل الانفتاح والمرونة والاعتراف بمصالح الأطراف عدة هذه عملية تنبني على التوافق وعلى الطموح وهي مسؤولية ومسؤوليتنا أن نعرف أن ما نقوم به هنا يؤثر على أشخاص حقيقيين وحياتهم الفعلية ينبغي أن نبقي ذلك في ذهننا طوال الوقت وتطلع إلى مناقشات مكثفة ومثمرة وأتمنى أن تشارك فيها كل الوفود لننضع قدما بأهدافنا ترجمة نانسي قنقر